السلام عليكم من فتح سور اليوم رح نكمل ملف الابديميولوجي طبعا بالمحاضرة الماضية حكينا عن الابديميولوجي اللي هو علم دراسة حكينا عن استخدامات هذا العلم وعن بعض المفاهيم الأساسية زي بانديميك ابيديميك انديميك خلال وصف مرض او انفكشيس دزيز معين حكينا عن الريزيرفر والسورس والديسيميناشن والانفكشن وحكينا عن الشينف انفكشن كانت خلينا نراجحها سريع الشينف انفكشن كانت تتكون من ست اشياء اول اشي واهم اشي الانفكشيس ايجنت تمام الانفكشيس ايجنت رح يروح يدور على ريزيرفرز يكون يعيش فيها وحكينا انه الريزيرفر هو المكان اللي الماكرو أورجنزم ملتيبلاي وسيرفايف جواته بعد هيك رح يجي يطلع من هذا الريزيرفر ويلاقي طريقة انتقال حتى يدخل لوين لسيبتة بالهوست طبعا بمحاضرة اليوم رح نحكي عن الريزيرفرز وعن الـ mean of transmission لهذا الانفكشيس ايجنت طيب اول اشي الريزيرفر هو الباثوجن كان سيرفايف ان ملتيبلاي انتل ترانسفيرت لمن للهوست واخذنا الفرق بين الريزيرفر والسورس انه السورس كان اللي يكون فيه الباثوجن قبل ما يدخل لمن قبل ما يدخل للهوست طبعا الريزيرفر مثال عليه الريزيرفر لسه لمن لكن لما يكون هذا الريزيرفر موجود بوجبة طعام وجبة الطعام نفسها بتكون سورس لانها هي اخر مكان كان الباثوجن موجود فيه قبل ما يدخل لهذا الهوست طيب الريزيرفر حكينا انه فيه living وفي non living يعني biological و mechanical البيولوجيكل ممكن human لانه هذا الانفكشيس ايجنت رح يعيس جوه الانسان ويتكاثر وينتقل منه لانسان اخر الحيوانات المنزلية فارم انيمالز انسكت ديكت اند مايت طبعا ال non living ممكن air soil dust food water fumetis اي اشي non living يعني non living ممكن يكون ريزيرفر طبعا السويل من اكثر الاماكن اللي فيها ماكرو ارجنزم والووتر مثلا حكينا ممكن يكون common source خصوصا الووتر دامز انه مياه السدود اذا كانوا سكان منطقة معينة يستخدمها هاي المياه اذا كانت كنتاميناتد وملوثة رح تسبب out break مرض معين وابديميك ليش لانه منطقة محددة بس طيب ممكن يكون وممكن يكون هسا رح ناخدهم بالتفصيل فينا دروبلت ايربورن بيهيكولر وفيكتور ترانزمشن طيب خلينا نبلش هون من اول اشي طبعا الهيث كير بروفيشنل لازم يكونوا عندهم معرفة بالسورسيز وبالريزيرفورز لهذول المايكرو ارجنزم او للباثوجينز اللي رح تأثر سلبا على الانسان وكيف ينتقله ليش لانه حكينا البريك للشين فو الفيكشن رح تكون على احدى احدى مكونات هاي ومنهم الريزيرفور ومنها طريقة الترانزمشن تمام نيجي اول اشي الكونتاكت اللي هو سواء دائريكت او اندائريكت للدروبلت والايربورن هسا الدروبلت والايربورن الاثنين جايين من السنيزينج او من الكف او مثلا هذا الرداد اللي بطلع خلال التوكينج فالاختلاف بينهم انه الدروبلت هي لارجر تمام الدروبلت بتكون اكبر ولهيك رح تأخذ يعني رح تقطع مسافات قصيرة بالهواء اثناء الانتقال بينما الاربورن هي تاني وتراويل لونجر ديستنس لهيك الباثوجن نما يكون بالاربورن احتمالية انتقاله رح تكون اكبر ليش لانه تراويل لونجر ديستنس امونج الار لكن الدروبلت بما انها الارجر فالانتقال تبعها رح يكون اقل من الاربورن البيهيكولر البيهيكيل مثلا الووتر الار الفود اي بهيكل ممكن يعني اي بهيكل في احتمالية انه ينتقل الباثوجن عفوان من من الريزيرفور للهوست بيكون الطريقة بتكون بيهيكولر ترانزميشن وطبعا في نوع من التداخل بينهم طيب البيكتور ترانزميشن اخذنا البيكتور انه هو يكون بيولوجيكال يعني living thing ينقل ممكن بايروس ممكن اي اشي طيب حتى البيكتور ممكن يكون موسكيتوز ممكن فليز تمام اهم اشي انه يكون بيولوجيكال نيجي على ترانزميشن هسا المثود للترانزميشن يعني انه كيف الاجنت بيروح من السورس للهوست ونلاحظ انه حكى من السورس ليش لانه السورس هو اخر مكان يكون البثوجن موجود فيه قبل ما ينتقل لمن للهوست اذن المثود سهل المفهوم انه كيف الاجنت او البثوجن رح ينتقل من السورس للهوست هسا الترانزميشن ممكن يكون بيولوجيكال بيولوجيكال اللي هو الفيكتور تمام ومثال عليه الملارية يحكي انه الملارية تنتقل عن طريق البلازموديوم في السيباريوم فهاي تنقلها للهوست الميكانيكال انه الفيكتور بيصير كنتاميناتد ثرو ميكانيكال كونتا تمام من انفكتود من انفكتد سورس كيف يعني الفيكتور قبل ما ينقل هذا الباثوجين هو اساسا رح يكون حصل عليه من ميكانيكال كونتاكت زي الكلاميديا تروك الكلاميديا تروك ماتس تعمل تركوما والفاوتي ترانزميشن انه الاجنت اجا من ان انيميت اوبجيكت هسا البيدينج اوب فور سكيفيز السكيفيز اللي هو الجرب تمام وهذا المرض ممكن ينتقل عن طريق الفوميتس فهاي الفوميتس بتكون موجودة على الفراش تمام فهذا هو ان انيميت اوبجيكت من الان انيميت اوبجيكت رح ينتقل بعدين للهوس او للانسان او لفكتور مثلا ممكن ينتقل لفكتور بعدين ينتقل للانسان طيب البرتكل ترانزميشن وهيكيد انتم بتعرفوها لانه جاكم سؤال بالمد اللي هو الماذر تو تشايد ان يوتيرو او ان بريست ملك البرتكل ترانزميشن يعني الطريقة الوحيدة من الترانزميشن اللي تكون فيرتكل هي الانتقال من الام للطفل سواء اما خلال البرغنانسي او خلال الديليبري او عن طريق البرست ملك كل باقي طرق الترانزميشن رح يكونوا هوريزنتل نيجي هسا للكونتكت الديريكت كونتكت والإنديريكت الديريكت اول اشي ممكن يعني الكلوز كونتكت الكلوز كونتكت تمام مثلا شخص عندو سكن انفكشن وهذا الانفكشيس ديزيزيز كان على سكن فاجأ واحد ثاني سلم عليه او يعني لمسه ممكن او باحتمال كبير انه رح ينتقله مع الملاحظة انه في سكن ديزيزيز اش نات كوميونيكبل في امراض جلدية غير معدية مثال عليها السوريسز اللي هو الصدفية هذا المرض هو اوتو اميون ديزيز مع انه سكن ديزيز يعني مرض جلدي لكن مش انفكشيس يعني هاي معلومة خارجية تمام في الديريكت كونتكت اكبر مثال عليه الاسكن انفكشن طيب خلنا نشوفون دايركت كونتكت هو الميجر ترانزميش الروت والسبريد للانفكشيس ايجنت في الهوسبيتلز الهوسبيتلز يعني كثير هي بتكون سورس للامراض او الاثر هيلث كير فاسيليتيز النزوكومي الانفكشن النزوكومي الانفكشن هي الهيلث اكوير 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 يعني مثلا شخص راعى المستشفى وانصاب بمرض بسبب يعني حصل هذا المرض من المستشفى او من المركز الصحي او يعني اي مكان بيكون هيلث كير واخذنا مثال عليها بمحاضرة الاميونيتي اتوقع لما كانت ومن عندها الكاتيتر سايت عندها انفلميشن على الكاتيتر سايت فهون بتكون هو المارسة فهون هي حصلته من المستشفى نفسه وممكن يعني من الامثل على الداير الكونتاكت السيكشوالي ترانزميت ديزيز زي السيفيلس والهيرفس والأش آي في وسكن توسكن ترانزميشن حكينا اللي هو الاسكيابيس اذن الداير كونتاكت فيه ثلاث امثل اول مثال اللي هو النوزوكوميا الانفكشن في او تابع الهيني ثلاث كتيغوريز ممكن نحكي النوزوكوميا الانفكشن والسيكشوالي ترانزميت ديزيز والسكن توسكن ترانزميشن نيجي على الانداير هسا الانداير هو ترانزميشن من الانفكت سورس لسه سبته بالهوست عن طريق ايش عن طريق كنتامينات اوبجيكت يعني ممكن وان سيرفس غلوب تونيكس بيشن اذن هو انتقل من الاول للثاني عن طريق كنتامينات اوبجيكت يعني اشي صار له كنتامينات وهون مثلا غلوبس يعني ممكن يكون نفس الشي نوزوكوميال ممكن يكون بالمستشفى اذن صار مباشر صار اتصال مباشر سواء سكن او نوزوكوميال انفكشن الهيلت كير فاسيليتز او سيكشويل ترانزميتي ديزيز لكن الانداير هون اجا عن طريق كنتامينات اوبجيكت من الشخص المصاب الاول صار في اوبجيكت كنتامينات راح نصاب الشخص الثاني طيب نحكي هون عن الايربورن هي مارك ماكرو ارجنزم من الهوست للهوست عن طريق الاير طبعا هاي ممكن تصير اتصال جيوغرافي اور تايم يعني عن طريق من الهوست للهوست فيا اير طبعا ممكن يصير عن بوض حكينا انه ما انه الايربورن هي التيني فرح يعني يقطع مسافات كبيرة مع الهواء طيب للدروبلت ترانزمت فيا اير نفس الشي لكن ممكن same room او short distance ليش لانها heavier كانت اثقل و source to the source directly to the new host يعني مباشرة من source للنيو ممكن يكون face to face meeting فانتقل لدروبلت distance كبيرة اكثر جدا من اذا كانت المسافة بعيدة طيب الفكتور بورن variety of invertebrary and vertebrary sources يعني فقاريات ولا فقاريات مختلفة sources مصادر اللي هو اخر مكان كان فيه البثجين قبل ما يدخل للهوست الكمون فيهكل عن طريق contaminated items مثلا الفود السلامونيلا والإيكولار هذو اللي ممكن يعملوا food poisoning او هاي ممكن تعمل gastroenteritis الووتر الكليرا وال krypto spordium وال equipment اشي ينتقل عن طريق المعدات ممكن عن طريق الشوار عن طريق البولز او عن طريق الميديكيشنز لاحظوا انه كون فيهكل هو اشي non living تمام سواء food او ووتر او equipment بعدين نحكي عن infectious disease فبيهمنا انه منظمة الصحة العالمية تحتام بذول infectious diseases والأبدوميولوجي تبعتهم CDC اول اشي قبل كان موجود بس بامريكا لكن بعدين انتشر اكثر من دولة وبعد جائحة كورونا استحدثوا عنا بالاردن الجوردن CDC طيب 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 او غير يعني غير متوقع اشي اعلى more than expected او more than normal طب حتى احنا نمنع او نتحكم بهاي ما نخليها توصل لحد لا يمكن يعني السيطرة عليه او حد مؤذي في عنا مجموعة اشياء اللي لازم نعملها هذول اشياء بيأثروا على وجهين او على ناحيتين اشي على الهوست واشي على الباثوجين او على الاجنت نفسه طيب نبلش باللي على الهوست اول اشي احنا بدنا نزيد الهوست resistant عن طريق بدنا نخلي مقاومة هذا الهوست للباثوجين اكثر فعالية عن طريق administration of vaccines نعطيه vaccines حتى active immunity ايش هي active care ايش هي active immunity انه احنا قاعدين نعرض الشخص لالانتجين عشان يكون عنده memory cells وتصير immune response and maintain it in susceptible person اول اشي بدنا نزيد الهوست عن طريق ادمنستريشن وفاكسين بدنا نحسن المناعة تبعكم ممكن نعطيه vitamins as supplementary لانه الاكل المعتاد ما فيه الكمية الكافية ممكن من vitamins والminerals اللي بيحتاجها الجسم هو لا المinerals ممكن اشي قليل لكن vitamins مهمين جدا كيف كل موسم شتة الناس تهتم vitamin c والبرتقال الاخري هو المخلص يعني طول السنة مش بس خلال فترة الشتة لانه المناعة مش رح تكون تتحسن بيومين طيب الاشي الثاني احنا نتأكد انه هذا الشخص تعرض للباثجين وصار عنده حماية اللي هي active immunity تمام نفس الاشي لكن ممكن اذا الشخص يعني ما ما فيه فاكسين او اه ما هذا يعني هذا المرض او هذا الورغنزم المحدد ما فيه الو فاكسين او انه الشخص نفسه عنده ايش عنده يعني عنده اميونو ديفيشانسي او مثلا بوخذ كيمو ثيرابي رح يكون اميونو كمبروماز اكيد فاحنا ممكن نعطيه قاما جلبيولين او اور انتريزي الانتريزي ايش هي هي blood serum contain antibodies طبعا انا كتبتهم كله بالازرق لانه كان من ملاحظات دكتورها كتبتها بالاحمر لانه انا حطتها كتوضيح الانتيزيرة هي blood serum في antibodies او ممكن نعطي قاما جلبيولين مباشر اشخاص اللي عندهم منسيت اسمها بس كانت يعني احد انواع اميونو ديفيشانسي طيب ممكن نيجي segregate isolate and treat الناس اللي عندهم الcontagious infection ايش يعني contagious يعني highly transmissible ينتقل بشكل سريع يعني بشكل سريع وبسهولة فاحنا نيجي نعزل هذول المرضى يعني كان احد الحلول اللي اخذناهم كمان المقاضرة الماضية انه isolation للمريض حتى ما ينقل هذا الانفكشن لا اكبر عدد ممكن من الناس اللي حواليه وليش الانفكشن نفس الشي حتى نمنع prevent the spread of pathogens للأذر اخر اشي لما نيجي احنا حكينا على الهوست يعني هذول الثلاث رح يكونوا على الهوست وهاي على الانفكشيس ايجنت مثلا تتعلق بالانفكشيس ايجنت نفسه هسا ممكن انا حكيت الانفكشيس ايجنت لكن ليش مثلا الريزيرفور لانه الانفكشيس ايجنت رح يجي على هذا الريزيرفور الفكتور رح يكون ناقل لهذا الانفكشيس ايجنت تمام فاحنا مهم نعرف الريزيرفور ونعرف البيكتور عشان نحاول ان القضاء عليهم او يعني نحاول نسيطر عليهم باكبر قدر ممكن اصرح نيجي للبيوتروريزم بيولوجيكال وارفر ايجنت اشي مهم واستخدم بكثرة يعني في التاريخ للأسف اللي هي الحروب البيولوجية الحروب البيولوجية انه استخدام بيولوجيكال ايجنت ضد الانسان ضد اشخاص محددين او ضد الانيمالز للقضاء عليها او ضد البلانتس محاصيل محدد فاستخدام هذول البيولوجيكال ايجنت انتنشيلي تمام او زي ما حكى الدكتور شارب انكريز انتنشيلي بهذول البيولوجيكال ايجنت طبعا رح يكونوا هارفول فهون انتنشيلي انه هما قاعدين يستخدموها متعمدين ليش لحتى يصير ديزيز او انتو تكسكيشن لساسبتابل بوبوليشن هذول الساسبتابل بوبوليشن ممكن يكونوا ممكن انيمالز ممكن بلانتس زي ما حكينا تميت التروريست يعني الاهداف اللي هما بدهم ايها طيب حساب في خصائص لهذا البيولوجيكال ايجنت اللي هما بدهم يستخدموه خلال البيوتروريزم اول خاصية انه لازم يكون طبعا استخدام البيولوجيكال ايجنت رح يكون بشكل كبير يعني اذا كان لبوبوليشن محدد يعني طبعا ما رح يستخدموا كمية قليلة استخدام كمية كبيرة رح يأثر في حال كان هذا الاجنت اه اكسبنسب فهم ما بدوروا على الانكسبنسب ايجنت الاجهي الثاني طريقة الانتقال يعني رح يكونوا بدهم اسهل طريقة انتقال لحتى يوصل للبيوليشن المحدد فالريزولز هي من اكثر الطرق اللي يعني من اكثر الطرق سرعة في انتشار الانفكشيوز ايجنت لهيك لازم يكون او يعني الافضل انه يكون اه الاشي الثالث لازم يكون عنده ريزيستنس للظروف محددة لا يمكن يعني القضاء على هذا البيوليشن الاجنت بسنلايت او اه ممكن بالدراينج التنشيف او بالحرارة يعني الحرارة ممكن يجي من السنلايت وضوء الشمس او الحرارة تمام فلازم يكون عنده ريزيستنس للكثير من العوامل الموجودة اه يعني ممكن انفيرومنتال فاكتورز خلينا نحكي عشان يستمر والاهداف هم مش لازم هم بدوروا هيك تمام طيب اكيد انتو فهمين الاشي الرابع انه اه الافضل ان يكون بيرسون بيرسون تو بيرسون تو بيرسون ترانزميشن تمام عشان ينتقل من شخص لشخص ويكون انتقاله بشكل عام اسرع لازم لازم يكون ما يكون له افكتف تريتمنت ما في علاج ممكن يخلينا نتخلص منه او بكسين او اي طريقة ممكن تخلي هذول البابيوليشنز يتخلصوا منه لتحقيق الهدف من البيوليشيكال ايجنت لازم يكون ما له تريتمنت او بروفيلاكس حتى ال هي الخاصية السادسة انه لازم يكون المورتاليتي ريت تبعته عالية ليش اساسا هذا الهدف منه انه يموت اكبر عدد لهيك المورتاليتي من خصائص البيوليشيكال ايجنت اللي يستخدم في البيوتروريزم تكون المورتاليتي ريت تبعته عالي نيجي هون اه ما حكيناه انه سهل استخدامه او سهل انتاجه عفو طبعا لازم يكون سهل انتاجه انه رح يتم استخدامه بشكل كبير المهم اللي هو الترانزميشن باي ريزولز سرفايف السنلايت لدراين والهيت يكون ليثال or ديزيز تكون الفيرولونس تبعته عالية جدا ويسبب هاي مورتاليتي ريت البرسن توبرسن ترانزميشن هعطره الانتقال و عشان هيك المورتاليتي ريت رح تكون عالية جدا لانه الامراض اللي ما في إلها علاجات ما في إلها واكسين ما في إلها بروفيلاكسس اشي ممكن ناخله قبل ما ينصاب الشخص فيه عشان تصير الحماية هاي معنى بروفيلاكسس طيب رح نحكي عن أربعة اللي هما البسيلس أنثراكس والبوتيلينيوم والباريولا ماجر واليارسينا باستيس طيب أول إشي رح نحكي عن الأنثراكس اللي هو مرض الجمرة الخبيثة بتسببوا البيتا أنثراكس وهي spore forming gram positive bacillus إذن البacillus أنثراكس هي spore forming gram positive bacillus هس spore forming يعني إنها هاي الخليг بتكون spores هضل spores أو عفو هاي البكتيريا بتكون spores هضل spores بحموها من environmental factors محدد طيب الانثراكس طبعا ممكن تكون موجودة بالتربة لكن لما تكون bioterrorism اكيد مش بالتربة يعني هم رح يكونوا اخذوها وكثروها واستخدموها بطريقة معينة شوفوا تون البلاك انثراكس لجون على الذراع تبعة الانسان طبعا الانثراكس ممكن تكون بثلاث اشكال يعني تكون لما الشخص يصاب فيها في البلمناري وفي الجاسترو انتستينال وفي الاسكن انفكشن بس الاسكن انفكشن هي اكثر اشي وتشكل 95% بينما البلمناري والجاسترو انتستينال مع بعض بشكله 5% الاسكن انفكشن لما تكون على الاسكن شوفوا بتعمل اشي زي هيك وبنسميهم مليجنانت بوستشول تمام او ليجون ممكن الجاسترو انتستينال يعني تأثرها الجاسترو انتستينال تراكت بدون تواصيل والبللمناري هاي اخطر اشي ليش هسا احنا بنعرف انه يعني اشي حساس نوعا ما ما بقدر انسان يخلى عنه اي خلل في اي اشي وراح يأثر على بشكل كبير طبعا اكثر من بالبللمناري حالات البلمناري رح تكونوا اكثر من 90% يعني من كل 100 شخص اكثر من 90 واحد رح يموتوا في حالة انه الانثراكس فاتت على اللنغز مباشرة كيف اول اشي انه الشخص يصير يعمل يصير له انهيليشن لذول السبورس فبتأثر عليه وراح يموت بعد 24 ساعة نكتشفون انه الانثراكس اللها طيب الانثراكس بسلس انثراكس رامبوزيتف ممكن تكون بلمناري غاسترونتستين السكين السكين اعرفوا انها اكثر اشي 95% تعمل ماليقنات البلمناري هي الريسك والمورتالتي ريت فيها اكثر من 90% وشخص رح يموت بعد 24 ساعة اذا ما كان موخذ الباكسين من قبل طيب البوتيلزم البوتيلزم هي بوتينشيلي فاتل ميكروفيا انتوكسيكيشن هزا البوتيلينيوم تكسين تشكلوا مين او نيورو تكسين تنتجوا لكلستريديوم بوتيلينيوم من اسمه نيورو تكسين على مين رح يأثر رح يعمل بلوكينج للنيورو ترانزميترز وهذا الاشي بعمل مصل براليسيز اللي هو ارتخاء ارتخاء العضلات او الدكتور حكى انه بنسميه فلسيد براليسيز طيب الفلسيد براليسيز رح يبلش upward downward رح يبلش من اعلى الجسم للاسفل اخر اشي اول اشي blurred vision العين رح تصير الرؤية تتأثر ليش لانه اكيد العين فيها muscles respiration طبعا مجرد ما تأثرت respiratory muscles يعني رح يخلص اذا الانسان يعني ما تلحق رح يموت بعدين abdominal muscles and so on هسا clostridium botryneum هي spore forming نفس البacillus antherox anaerobic وgram positive bacillus اذا الاثنتين يشتركوا انهم spore forming وgram positive لكن زيادة على clostridium botryneum وانها anaerobic ايش تنتج تنتج البوتريني والتوكسين نسيت احكي انه هذا التوكسين يعمل عليه تعديلاته ويستخدموه بالبوتوكس والجراحات التجميلية هون مثال انه الشخص لازم ينحط على ventilator عشان respiratory muscles هسا هذا المثال اطفال في بعض الناس بحطوا على اللثة تبعت الطفل عسل تمام نسيت ايش اذا ما بس حكاها الدكتور ايش تسموه الاشي هاد المهم ففي حال كان هذا العسل contaminated بال بوتيلينيوم ودخلت على جسم الطفل وصفار انفكشن رح اثر عليه طبعا بشكل سلبى وصير ممكن يؤدي للوفا السمول بوكس اللي هو الجدري مين اللي يسببو الفاريول لا ميجر هسا السمول بوكس طبعا سيريس كونتاجيس وممكن يكون فيتال بايرل ديزيز ممكن يكون قاتل ايش الاعراض اللي هرح تظهر عند الشخص فيبر ميلازيا هدك بروستريشن سيفير باكك مش عارف كيف تنقل المهم او كاركترستيك ممكن يكون سكن راش بضمن البين وفومتينك طيب هسا الميلازيا هي اللي الشعور بالضيق والتعب بشكل عام هاي حسب توقعينها جملة واحدة انه شعور بألام بظهر خلال السجود وسكن راش وكيجي نقبزون البين وفومتينك معروفة طيب هاي المثال شايد عنده سمول بوكس نيجي لآخر واحد اللي هو البلايك اللي هو الطاعون المسبب له يارسينا بستيس طبعا هاي اللي يارسينا بستيس تعيش بجول وأكثر اشي موجودة عند الدول الإسكندنافية الأوتيمة التمبريتشر اللي ها 28 درجة على العكس معظم الماكرو الثانية معظم الماكرو الثانية بيكونوا من 35 ل37 على ما أذكر طبعا هاي جرام نيجاتيب تمام الأخذناهم أول ثنتين كانوا جرام بوزيتب الثالث كان الفيروس الفيريولة وهاي جرام نيجاتيب ووكو بس بسلس أول ثنتين كانوا بس بسلس بسلس الشكل ثابعهم طبعا بريدوننت اللي هو زونوسيز وترانزميتد للهيومن عن طريق الفلية بعض ممكن يكون من الرودنت الرودنت اللي هي القوارب كأنها أو الجردان المهم ممكن من الرودنت للفلية للإنسان الفلية هون إيش رح تكون رح تكون وممكن من الرودنت للإنسان بشكل مباشرة طبعا حتى ممكن يكون من هوس تو هوس هاي ممكن تيجي بشكلين حكينا أول إشي عن الآن ثرفتين هلث أشكال هون شكلين إما بلمونري أو بيوبينيك طبعا البلمونري مباشرة لللنجز لبيوبينيك نهايتها توصل كمان لللنجز يعني بالحالتين هي نهايتها حتوصل لللنجز من بعدين تروح لل بعدين توصل للبلد ورح توصل لعدة أعضاء أهمهم اللي هي اللنجز وأكثر أشي بتأثر عليهم هيك تكون خلطة المحاضرة بتمنى يكون الشرح واضح أي سؤال أنا موجود أكيد وموفقين يا رب يعطيكم العافية اشتركوا في القناة